أنا أعتقد أنه بالنسبة للموضوع حذائمت على ضربات ضرب النقل رأوا اللي بيش يضرر فيه هو المواطن البسيط المواطن اللي بيش يلقى في خبز هو اللي بيش يضرر فيه وأعتقد أنه المركزية النقبية مطالبة أن تراجع بعض الأشياء لأنه في النهاية هذا المسار قد يضر بالاتحاد العام بتمسل الشغل لأنه في النهاية على المركزية النقبية أنتعي أنه اتحاد الفين وثلاثة وعشرين موش اتحاد سبعين موش اتحاد ثمانين موش اتحاد الفين وثلاثة عشر هناك وضع تراجع كبير في قوة الاتحاد وعلى التجيش وعلى القناعة لماذا؟ كيفاش لاحظتوه هذا؟ والله هذا نشوفه فيه هذا موجود الآن نحن موجودين في الشارع ونسمعه الناس نسمعه الناس ونسمعه تعليقاتهم موجود هذا أنا أعتقد أنه أوضاع البلاد تتطلب شيء من الحكمة وشيء من المعقولية أن تعلن أنت عندك مطالب في بعض الحالات الدولة غير قادرة أن توفاها حتى الحكومة الجاية بعض المطالب غير قادرة أن توفاها ترجمة نانسي قنقر